زي ما قلنا لحضراتكم طبعا أنه بعد قليل يعني الساعة 7 نهاردة ان شاء الله هيكون منتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني روفيرتو جارسيا هيقابل طبعا نظيره مكدونيا الشمالية في الجولة التانية من الدور التمهيدي لبطولة العالم في نسختها رقم 27 المقامة حاليا في مصر واللي هتكون لحد يوم 31 يناير الجاري على صالة أستاذ القاهرة المنتخب الوطني بيحتل حاليا وصف الترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطتين يعني فارق الأهداف بس عن المنتخب السويدي صاحب المركز الأول ومنتخب مكدونيا الشمالية في المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة بدون نقاط بعد ما خسر مباراته الأولى قدام منتخب السويد وطبعا المنتخب فاس في مبارات الجولة الأولى على تشيلي بنتيجة 35-29 طبعا يعني كل مصر تابعت الجولة الأولى وتابعت مبارات مصر وتشيلي وأعتقد أن الروح والمستوى اللي ابتدنا بيهي البطولة إن شاء الله بإذن الله يستمر ويبقى فيه تصاعد كده مستمر إن شاء الله ونوصل لأدوار متقدمة